اشادت معالي السيدة فوزيغة بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس نواب بالمضامين السامية التي جاءت في كلمة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته اجتماع المجلس الأعلى للدفاع مؤكدة أن الرؤى السامية لجلالته تمثل الركيزة الجامعة التي تنطلق منها الجهود الوطنية من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات وبلوغ المستوى المتقدم من الاستقرار للمواطنين والقطاعات المختلفة في مملكة البحرين مشددة على أهمية جعل توجيهات جلالته خارطة طريق لعمل وطني متكامل ونسق مجتمعي متوازن يقوم على التكامل في الأدوار بين مؤسسات الدولة وأبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين لتجاوز التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وعربت معليها عن بالغ الثناء والتقدير لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله والمتابعة الحثيثة والدعم المتميز من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قيادة الفريق الوطني لمكافحة جائحة كورونا ومواصلة مسيرة الإنجاز وإبراز تجربة مبلكة البحرين المتفردة في مجال إدارة الأزمة الراهنة